نظمت كل من جمعية رسالة الأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية ضمت عدداً كبيراً من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية بنشارك النهاردة في قفلة راعي مصر بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي داخل محافظة سمعالية بالتعاون مع جمعية رسالة بنقدم قفلة طبية كاملة متكملة فيها ست تخصصات لأهلينا الأولى بالرعاية داخل محافظة سمعالية دعماً من جمعية رسالة للأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة النهاردة احنا بننفس قفلة طبية متنقلة بالتعاون مع جمعية رسالة داخل مقر بتاحها القفلة بها تخصصات رمض فيها أنفوزن فيها عظام فيها جلدية فيها رمض احنا بنحاول نوصل للمستفدين في جميع أنحاء الجمهورية وداخل محافظة سمعالية بالأخص بنوصل لهم أفضل خدمة متنقلة